دولة تيخينا نعرف مع حضراتكم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله النهاردة العالم هيحتفل باليوم العالمي للتربة ومواجهة التحديات البيئية أيضا إعلام القاهرة هتنظم ندوة عن مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني كمان النهاردة فيه مبارتين مهمتين في ثالث أيام دور 16 بطولة كأس العالم بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيحتفل العالم باليوم العالمي للتربة واللي بيوافق يوم 5 ديسمبر كل سنة وده بهدف زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على النظم الأيكلوجية الصحية ومواجهة التحديات المتزيدة في إدارة التربة وتشجيع المجتمعات على الحفاظ على جودة التربة النهاردة هتنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة تحت عنوان التربية الإعلامية ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني الندوة هيشارك فيها مجموعة من الخبراء وباحث الإعلام بهدف وضع خريطة لمواجهة الشائعات لعشاء كرة اليد النهاردة هتقام مباراة قمة دوري المحترفين لكرة اليد بين الأهل والزمالك على صعيد الرجال للموسم المحلي الحالي 2022-2023 والمؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة على صارة حسن مصطفى بأكتوبر بالنسبة لمتشاط كأس العالم النهاردة فيه مباراتين مهمين في ثالث أيام الدور 16 هيلتقي منتخب اليابان مع منتخب كرواتيا الساعة 5 ومنتخب البرازيل مع منتخب كوريا الجنوبية الساعة 9 بالليل